الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك ضياع الشيعة ما بين الشوافع والمستشرقين ضياع مراجع حوزة الطوسي فيما يسمونه بالتحقيق إنه التحقيق وفقا وفقا لأسلوب الشافعي أو وفقا لأسلوب المستشرقين مر الكلام في جزعين متقدمين ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام كي أنتفع من وقت الحلقة وصل الحديث في الحلقة الماضية الماضية إلى أجواء حديث الكساء اليماني إنه الحديث المروي عن الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها حدثتكم عن طريقة الشافعي في التحقيق والتي هي جماع ما بين المنهج الأعرابي والمنطق الأورسطي وحدثتكم عن موقفي مراجع النجف وكربلاء من حديث الكساء بشكل إجمالي وقرأت ما قرأت عليكم من الكتب والمصادر التي ترتبط بالموضوع لكنني ما أكملت حديثي بخصوصي حديث الكساء اليماني الشريف في هذه الحلقة سأعرض لكم حديث الكساء اليماني في مصادره وكيف يتعامل معه مراجع النجف وكربلاء وفقا لطريقة الشافعي وفقا لطريقة المستشرقي إنني أتحدث عن حديث الكساء اليماني الشريف الذي هو ملحق طباعة بكتاب مفاتيح الجنان إنه الحديث الذي نعرفه والذي يقرأ في مجالس الشيعة ويقرأ أيضا في الفضائيات الشيعية حديث الكساء حديث الكساء هذا أقدم مصدر بين أيدينا ذكره ولكن ذكره بشكل مجزوء أقدم مصدر عندنا غرر الأخبار ودرر الآثار في مناقب أب الأئمة الأطهار إنها مناقب أمير المؤمنين هذا الكتاب بشكل مختصر يعرف بكتاب الغرر والدرر إنه للحسن بن علي الديلمي والحسن ابن علي الديلمي له كتاب آخر وهو كتاب إرشاد القلوب كتاب معروف غرر الأخبار ودرر الآثار في مناقب أب الأئمة الأطهار إنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومثل ما قلت لكم المؤلف هو الحسن ابن علي الديلمي لا نمتلك معلومات دقيقة عن الديلمي هذا صاحب الكتاب هناك ممن ترجم له وقال من أن الديلمي هذا عاش قبل المفيد المفيد توفي سنة أربعمية وثلاثة عش للهجرة يعني في بدايات القرن الخامس الهجري فهناك من يقول من أن الحسن الديلمي توفي قبل المفيد وهناك من يقول غير ذلك أنا لا أريد أن أدخل في دوامة الأقوال بخصوص الحسن الديلمي مؤلفي هذا الكتاب غرر الأخبار ودرر الآثار القول الشائع والذي تدل عليه القرائن فإن الديلمي هذا من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري وهذا هو الذي يطمأن إليه من خلال القرائن نحن لا نملك صورة واضحة عن الرجل هذا الكلام مضطرب بخصوصه بين الذين ترجموا له وأرخوا له لكن الذي نستطيع أن نقول من أنه قول يمكن أن نعتمده فإن الديلمي هذا من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري وكتابه هذا كتاب معروف في المكتبة الشيعية غرر الأخبار ودرر الآثار في مناقب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الطبعة هذه التي أقرأ منها عليكم إنها طبعة منشورات دليل ما يعني دليلنا باللغة الفارسية الطبعة الأولى ألف أربعمية أو سبعة وعشرين هجري قمري إيران قموا المقدسة جاء جاء في الصفحة السابعة والخمسين من هذه الطبعة وهو الذي جعله رسول الله أمير المؤمنين والزهراء والحسنين تحت الكساب وهو الذي جعله وولده الحسنين وزوجته فاطمة معه صلوات الله عليهم تحت الكساب وقال اللهم أهلي الذي وعدتني فيهم ما وعدتني اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فنزل فيهم آية التطهير ودخل معهم جبرايل تحت الكساب وقال وأنا معهم جبرايل قال وقالت أم سلم وأنا منهم فقال صلى الله عليه وآله إنك على خير ولم يدخلها معهم ولم يدخل أم سلم معهم تحت الكساب هذا الكلام في بيت أم سلم في الصفحة السابعة والخمسين من كتاب الغرر والدرر في الصفحة الثامنة والتسعين بعد المئتين وفي الصفحة التي بعدها حتى أنهم ذكروا لما دخلوا تحت الكساب قال سبحانه وتعالى للملائكة يا ملائكتي وسكان سماواتي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا يسري ولا فلكا يجري المراد من الفلك مفرد الأفلاك إنها النجوم ولا فلكا يجري إلا لأجل الخمسة الذين تحت الكساب قال جبرايل عليه السلام يا إلهي وسيدي ومولاي ومن تحت الكساب فقال جل جلاله فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال يا رب أتأذن لي أن أنزل إليهم وأبشرهم وأكون معهم فقال نعم فنزل وقال السلام عليكم يا حبيبي يا محمد أتأذن لي أن أكون معكم فأكون سادسكم فقال نعم قد أذنت لك فقال يا حبيبي يا محمد ربك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول وعزتي وجلالي وعلوي وارتفاعي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا شمسا ولا قمرا ولا نجما ولا جنة ولا نارا إلا لأجلكم هذا هو الذي جاء مذكورا من حديث الكساء اليماني الشريف في كتاب الغرر والدرر الحديث ليس كاملا لكن المضامين الأهم من الحديث وردت في هذا الكتاب قطعا مؤلف الكتاب الحسن الديلمي وهو من أعلامي القرن الثامن الهجري مع وجود قول من أنه هو هو من أعلامي القرن الثالث أو الرابع الهجري قبل المفيد فالمفيد عاش في القرن الرابع الهجري وتوفي في أوائل القرن الخامس الهجري سنة 413 للهجرة مثل ما بيّنت لكم قبل قليل القول الذي يطمأن له فإن الديلمية من أعلام القرن الثامن الهجري هذا الرجل أثبت في كتابه الغرر والدرر ما أثبت من حديث الكساء اليماني قطعاً نقله عن المصادر المتوفرة في أيام حياته وإلا من أين جاء بهذا المضمون هذا المضمون الذي نقله والذي يشكل جزءاً مهماً من حديث الكساء اليماني قطعاً نقله من المصادر الحديثية الشيعية المتوفرة آنذاك لم تصل إلينا تلك المصادر لكن الكتاب هذا حيث نقل من تلك المصادر يشير إلى أن الحديثة كان موجوداً في كتب الشيعة وإلا من أين جاء به الديلمي مصدر آخر من مصادرنا هو كتاب المنتخب ل فخر الدين الطريحي النجفي كتاب المنتخب ويعرف أيضاً بالفخر نسبة إلى مؤلفه فخر الدين الطريحي هذه الطبعة طبعة منشورات الشريف الرضي هم المقدسة إنها الطبعة الثانية الطريحي توفي سنة ألف وخمسة وثمانين للهجرة ، مثل ما مر علينا قبل قليل الحسن الديلمي لا نعرف تعريخ وفاته بالضبط ولكن من خلال القرائن فهو من أعلام القرن الثامن الهجري فخر الدين الطريحي توفي سنة ألف وخمسة وثمانين للهجرة كتابه المنتخب مجموعة مجالس مجموعة مواعظ صفحة ميتين وتسعة وخمسين المجلس التاسع من الجزء الثاني حديث الكساء وروي عن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قالت دخل علي أبي رسول الله إلى آخر الحديث الشريف الحديث هنا حديث مبسوط مبسوط لكننا إذا أردنا أن نقارن فيما بين النص الذي جاء في منتخب الطريحي وبين النص الذي ألحق طباعة بمفاتيح الجنان هناك فارق في بعض الجمل وبعض الكلمات النص الأكمل هو النص الذي ألحق طباعة بكتاب مفاتيح الجنان من أين نقل هذا النص سيأتينا الكلام تباعا لكنني أردت أن أبين لكم تأريخ هذا النص حتى تكون على اطلاع بتأريخ هذا النص في كتبنا فأقدم كتاب عندنا وبين أيدينا وبين أيدينا في هذا الوقت الذي نعيشه كتاب الغرر والدرر للحسن ابن علي الديلمي من أعلام القرن الثامن الهجري وقد قرأت عليكم ما قرأته مما جاء في هذا الكتاب قرأت نصا يرتبط بحديث الكساء في بيت أم سلامة وقرأت نصا يأتي منسجما مع حديث الكساء اليماني في بيت الصديقة الكبرى لكنه ما نقل الحديث كاملا نقل جانبا مهما من مضمون الحديث الشريف فخر الدين الطريحي المتوفى سنة ألف وخمسة وثمانين للهجرة في كتابه المنتخب ذكر حديث الكساء ولكن هناك فيه نقص في بعض الكلمات وفي بعض الجمل ما جاء في مفاتيح الجنان مصدره مصدره الرسالة التي كتبها الشيخ محمد تقي البافقي الشيخ محمد تقي البافقي الشيخ محمد تقي البافقي سنة ألف وثلاثمية وخمسة وستين للهجرة زمانه ما هو ببعيد عن زماننا نحن الآن سنة ألف واربعمية وثلاثة واربعين للهجرة البافقي توفي سنة ألف وثلاثمية أو خمسة وستين للهجرة الشيخ محمد تقي البافقي حين ذهب إلى مدينة يزد في مكتبة من مكتبات مدينة يزد وجد نسخة من كتاب العوالم عوالم العلوم للمحدث عبد الله ابن نور الله البحراني وجد هذا الحديث بحسب ما هو يقول الشيخ محمد تقي البافقي وجد هذا الحديث في نسخة من كتاب عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني في مكتبة في يزد فنقل الحديث متناً وسنداً مثل ما وجده في كتاب عوالم العلوم هذه الرسالة أساساً كتبها باللغة الفارسية هذا الكتاب الجزء الثاني من إحقاق الحق وإزهاق الباطل للقاضي المعروف بالقاضي الشهيد نور الله المرعشي هذه الطبعة هي الطبعة التي ألحق بها ما ألحق المرجع المعروف شهاب الدين المرعشي النجفي من مراجع حوزة قوم والذي توفي والذي توفي سنة ألف أربعمية وإهدعش للهجرة هذا الكتاب إحقاق الحق وإزهاق الباطل مثل ما قلت لكم للقاضي نور الله المرعشي شهاب الدين المرعشي النجفي من مراجع قوم طبع هذا الكتاب وألحق فيه ملحقات كثيرة جدا فصار موسوعة موسوعة لأحاديث المخالفين في فضل محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي هذا هو الجزء الثاني من كتاب إحقاق الحق وهذه وهذه الطبعة طبعة المطبعة الإسلامية طهران إيران نذهب إلى صفحة خمسمية وأربعة وخمسين حيث ألحق المرعشي النجفي شهاب الدين المرعشي النجفي ألحق الرسالة التي كتبها الشيخ محمد تقي البافقي في هذا الجزء صفحة خمسمية وأربعة وخمسين وما بعدها الشيخ البافقي يقول باللغة الفارسية ما ترجمته من أنه وجد في مكتبة أغى ميرزا سليمان من علماء الشيعة في مدينة يست وجد في مكتبة أغى ميرزا سليمان نسخة من كتاب عوالم العلوم ووجد حديث الكساء اليماني الشريف في هذا الكتاب ونقل الحديثة سندا ومتنا وطبع ذلك في رسالة صغيرة ونشرها بين الشيعة في إيران قبل هذا التأريخ قبل تأريخ نشر البافقي لحديث الكساء اليماني في إيران لم يكن الحديث معروفا ومنتشرا ومشتهرا بين الشيعة موجود في الكتب مثل ما بيّنت لكم في كتاب الغرر والدرر في كتاب المنتخب للطريحي في كتاب العوالم مثل ما وجده الشيخ البافقي وبعد ذلك نقل الحديثة من كتاب العوالم إلى تلك الرسالة التي كتبها باللغة الفارسية وانتشرت في إيران المرعشي المرعشي النجفي شهاب الدين ألحق الرسالة بهذا الكتاب بكتاب إحقاق الحق وإزهاق الباطل ألحق وعلى شهاب الدين المرعشي النجفي قائلاً في صفحة خمسمية وسبعة وخمسين ثم طلبت من الفاضل الجليل الحجة الشيخ محمد الصدوق اليزدي أن يستكتب من نسخة العوالم سند الحديث ومتنه فأسعف مأمولي داما توفيقه فأتاني بالمرجو فقابلته مع نسخة المرحوم البافقي فوجدتهما متطابقين حرفاً بحرف ولم يكن بينهما فرق بنحو من الأنحى غير أن الصدوق الشيخ محمد الصدوق غير أن الصدوق ذكر في كتابه فيما أرسل إلى شهاب الدين المرعشي النجفي ذكر في كتابه أنه وجد الحديث وسنده مكتوباً في هامش العوالم ربما هذه نسخة ثانية أو أن الشيخ البافقي حينما قال من أنه وجد الحديثة في كتاب العوالم تحدث بشكل عام فهو قد وجد الحديثة في حاشية العوالم ظاهر كلام البافقي وجد الحديثة في كتاب العوالم وهذا يعني أنه وجد الحديثة في متن الكتاب وليس في الحاشية الشيخ الصدوقي الذي طلب منه شهاب الدين المرعش النجفي أن ينقل له الحديثة مع سنده من نفس المكتبة لأن الشيخ الصدوقي كان في مدينة يزد وبعد تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران صار إمام الجمعة في مدينة يزد وهو شخصية معروفة في إيران الشيخ الصدوقي كان عالماً من علماء مدينة يزد ولهذا السبب فإن المرجع شهاب الدين المرعش النجفي طلب من الصدوق أن ينقل له حديث الكساء اليماني مع سنده من نسخة كتاب العوالم باعتبار أن المكتبة التي نقل منها البافق في مدينة يزد صدوق الصدوق فعل ذلك وأرسل ما نقله المرعش النجفي يقول ما أرسله لي الصدوق كان مطابقاً للذي أثبته البافق في رسالته التي أثبت فيها حديث الكساء اليماني حرفاً بحرف هكذا يقول وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ بِنَحْوٍ مِنَ الْأَنْحَاءِ فَوَجَدْتُهُمَا مُتَطَابِقَيْنِي حَرْفاً بِحَرْف وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ بِنَحْوٍ مِنَ الْأَنْحَاءِ إِلَّا أن الصدوق أخبر المرعش النجفي من أنه وجد الحديث مع سنده في حاشية كتاب العوالم هناك احتمالان إما أن النسخة التي نقل منها الصدوق هي نسخة ثانية وإما أن البافقي حينما قال وجدت الحديث في كتاب العوالم تحدث بشكل عام لأنه فعلاً نقله من كتاب العوالم وإن كان ظاهر قوله من أنه نقله من كتاب العوالم نقله من متن الكتاب على أي حال هذا لا يشكل فرقاً على الأقل بالنسبة لي قد يشكل فرقاً عند الذين يتبعون طريقة المستشرقين في تحقيق الكتب بالنسبة لي لا أعبأ باختلاف النسخ ولا أعبأ من أن الحديث جاء في المتن أو جاء في الحاشية الكلام عن المضمون المضمون ما هو إذن وصلنا إلى هذه النقطة سأكمل لكم الحكاية ولكن بعد الفاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباطر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس هو كل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم مؤسسة الإمام المهدي مؤسسة الإمام المهدي التي كان يشرف عليها السيد محمد باقر الأبطحي في مدينة قمع المقدسة بحثت عن كتاب العوالم وحققته طباعة واستدركت عليه ولذا فإن الكتاب طبع بهذا العنوان عوالم العلوم مع المستدركات مع مستدركات مؤسسة الإمام المهدي الأحاديث التي لم يجمعها مؤلف العوالم جمعوها لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع وتفاصيله هل هو إيجابي هل هو سلبي لأنهم ألحقوا بالكتاب الكثير من أحاديث المخالفين وهذا يؤدي إلى اختلاط الأحاديث على أي حال هذا هو الجزء الثاني من عوالم فاطمة من مجموعة أجزاء عوالم العلوم التي طبعتها وحققتها وستدركت عليها مؤسسة الإمام المهدي في مدينة قم المقدسة صفحة تسعمية وسبعة وعشرين باب حديث الكساء سنداً ومتناً ووضعوا صورة لحديث الكساء مكتوباً على على حاشية كتاب العوالم هم لم يعثروا على النسخة التي تحدث عنها الشيخ البافقي الشيخ البافقي تحدث عن نسخة في مكتبة في مدينة يازد بحسب ظاهر كلامه وجد الحديثة في متن الكتاب لكن مؤسسة الإمام المهدي عثرت على نسخة من كتاب العوالم في مكتبة جامعة طهران في هذه النسخة حديث الكساء اليماني موجود في حاشية الكتاب وهذا بالضبط ما تحدث عنه الشيخ محمد الصدوقي حينما طلب منه المرعش أن يستنسخ له الحديثة سنداً ومتناً من كتاب العوالمي الذي هو في مكتبة أغا مرزا سليمان في مدينة هياست ونقل له ما نقل له وأخبره من أنه وجد الحديثة في حاشية الكتاب فلربما هذه النسخة هي النسخة التي تحدث عنها الشيخ الصدوقي على أي حال سأعرض لكم الصورة التي جاءت في كتاب عوالم العلوم في الجزء الثاني من عوالم فاطمة صلوات الله عليها صفحة تسعمية وثمانية وعشرين تسعمية و تسعة وعشرين رجاءا اعرضوا لنا الصورة هذه صورة حديث الكساء بحسب نسخة العوالم في مكتبة جامعة طهران ما موجود على حاشية كتاب سند الحديث ومتن الحديث نذهب إلى فاصل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعية البلغاء عن وصف شعن من شعنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتخصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكله أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يغوم مقامه ويغني غناء لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم النسخة التي عثرت عليها مؤسسة الإمام المهدي في مدينة قم المقدسة في مكتبة جامعة طهران فيها نقص في بداية سند الحديث ولذا هم أكملوا نقص السند من رسالة البافقي البافقي لأن الذي أثبته محمد تقي البافقي في رسالته عن حديث الكساء السند كامل والمتن كامل وقد نقلها عن كتاب العوالم هكذا جاء في السند الذي نقله البافقي الذي نقله البافقي عن نسخة العوالم التي عثر عليها في مكتبة في مدينة يست رأيت يفترض أن المتكلم إذا كان هذا الكلام منقولا من المتن أو حتى من الحاشية المتكلم هو مؤلف العوالم عبد الله البحراني هكذا يفترض رأيت بخط الشيخ الجليل السيد هاشم بخط الشيخ الجليل يعني شيخه في الرواية وإلا في الثقافة الشيعية لا يجمع بين الشيخ والسيد في التعبير فالمراد من أنه شيخ في الرواية شيخ في الحديث رأيت بخط الشيخ الجليل السيد هاشم عن شيخه السيد ماجد البحراني عن الحسني ابن زين الدين الشهيد الثاني عن شيخه المقدس الأردبيلي عن شيخه علي بن عبد العالي الكركي عن الشيخ علي بن هلال الجزائري عن الشيخ أحمد ابن فهد الحلي عن الشيخ علي بن الخازن الحائري عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الشهيد الأول عن أبيه عن أبيه الشهيد الأول محمد ابن مكي العاملي عن فخر المحققين فخر المحققين هو أبو طالب ابن العلامة الحلي عن فخر المحققين عن شيخه وهو أبوه أيضا عن شيخه العلامة الحلي عن شيخه المحقق وهو خال العلامة المحقق الحلي عن شيخه ابن نمى الحلي عن شيخه محمد ابن إدريس الحلي عن ابن حمزة الطوسي صاحب ثاقب المناقب كتابه معروف عن الشيخ الجليل محمد ابن شهراشوب صاحب مناقب آل أبي طالب عن الطابرسي صاحب الاحتجاج عن شيخه الجليل الحسني ابن محمد ابن الحسن الطوسي هذا الذي صار مرجعا بعد أبيه عن أبيه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي عن شيخه المفيد عن شيخه ابن قولويها القمي إنه صاحب كامل الزيارات عن شيخه الكليني عن علي ابن إبراهيم ابن هاشم عن أحمد ابن محمد ابن أبي الناصر البزنطي عن قاسم ابن يحيى الجلاء الكوفي أو الجلاء الكوفي عن أبي بصير عن أبان ابن تغلب البكري عن جابر ابن يزيد الجعفي عن جابر ابن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء ذنت رسول الله صلى الله عليه وآله المتن هو هذا الذي نقرأه ملحقا بمفاتيح الجنان ملحقا طباعة إنما أقول ملحقا طباعة لأن عباس القمي لم يكن قد أثبته في الكتاب وإنما أصحاب المطابع الإيرانية أثبتوا الحديثة في مفاتيح الجنان بعد أن انتشرت رسالة محمد تقي البافقي ومحمد تقي البافقي كان معاصرا للمحدث عباس القمي عباس القمي توفي سنة ألف وثلاثمية وتسعة وخمسين للهجرة والبافقي توفي سنة ألف وثلاثمية وخمسة وستين للهجرة هذا السند هذا السند إذا أردنا أن ندقق فيه وفقا لطريقة التحقيق الشافعي البخاري التي يتبعها مراجع النجف وكربلاء فهذا السند ضعيف هذا السند ضعيف وضعيف جدا هناك خلل في بداية السنة رأيت بخط الشيخ الجليل السيد هاشم من هو هذا السيد هاشم يبدو من أنه هاشم البحراني صاحب تفسير البرهان صاحب الجوامع الحديثية المعروفة فإذا كان هو فلا علاقة له بماجد البحراني ولم يكن ماجد البحراني شيخا له في يوم من الأيام هكذا جاء في أول السند رأيت بخط الشيخ الجليل السيد هاشم عن شيخه السيد ماجد البحراني ماجد البحراني توفي سنة ألف وثمانية وعشرين بينما هاشم البحراني إذا كان المراد من هاشم هنا هو هاشم البحراني والذي يبدو كذلك هاشم البحراني توفي سنة ألف ومية وسبعة وإذا لم يكن المراد من هاشم هذا هاشم البحراني فإننا لا نعرفه من هو هاشم هذا هناك خلل أيضا يكون في رواية ماجد البحراني عن الحسني ابن زين الدين الشهيد الثاني هناك إشكال يثار أيضا هنا هناك إشكال يثار في آخر السنة عن علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي فعليه ابن إبراهيم لا يروي بشكل مباشر عن البزنطي وإنما يروي عنه عبر أبي فيروي عن أبيه إبراهيم ابن هاشم عن البزنطي في السند لا يوجد ذكر لإبراهيم ابن هاشم في السند الذي نقله البافقي إلا إذا كان هناك سقوط لهذا الاسم سقط هذا الاسم كذلك قاسم ابن يحيى الجلاء الكوفي أو الجلاء الكوفي شخصية مجهولة بحسب هذا الوصف أبي بصير عن أبان ابن تغلب البكري ليس معروفا أن أبا بصير قد روى عن أبان ابن تغلب إنني أنقل الإشكالات التي يمكن أن يثيرها مراجع النجف وكربلاء إذا أرادوا أن يحققوا في هذا السند هم لا يعبؤون بحديث الكساء ولا أعتقد أنهم تابعوا تأريخه وتابعوا مصادره ودققوا في سنده هم أساساً يرفضونه جملة وتفصيل لكنني جئتكم بحديث الكساء اليماني وهو حديث مهم جداً من الوجهة المعرفية ومن الوجهة العقائدية فكيف ستكون النتيجة إذا ما تعاملنا معه وفقاً لتحقيق الشافعي ووفقاً لتحقيق المستشرقي وفقاً لتحقيق الشافعي فإن السند مختل ومن هنا فإنهم لا يعبؤون بهذا الحديث ووفقاً لتحقيق المستشرقيين فإن النسخة ليست متوفرة وهناك اختلال في هذه النسخ مثل ما عرضت لكم هناك اختلال في هذه النسخ النسخة التي نقل عنها البافق ليست موجودة وحتى النسخة التي نقل عنها الصدوق من حاشيتها ليست موجودة لأن النسخة التي نقل عنها الصدوق كان السند فيها كاملاً إلا إذا احتملنا أن النسخة التي عثرت عليها مؤسسة الإمام المهدي في مكتبة جامعة طهران هي النسخة التي نقل عنها الصدوق لكن تعرضت لتلف ونقص فيما كتب فيها في مقدمة سند الحديث هذا الاحتمال وارد خلاصة القول خلاصة القول حديث الكساء اليماني الشريف الذي رواه لنا جابر الأنصار عن الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها والذي جرت تفاصيله في بيتها وتحت كسائها الشريف هذا الحديث إذا أردنا أن نطبق عليه طريقة التحقيق الشافعي البخاري فهو حديث ضعيف وإذا أردنا أن نطبق عليه طريقة المستشرقين فهذا الحديث لا يعتمد لسبب واضح هو الاختلال في النسخ الأصلية التي لا تتوفر بين أيدينا وإنما يتوفر ما نقله البافقي والصدوق حين نقل نقل من حاشية بينما ظاهر كلام البافقي أنه نقل من متن والنسخة التي نقل منها الصدوق لم يُعثر عليها والنسخة التي نقل منها البافقي لم يُعثر عليها وعثر على نسخة في مكتبة جامعة طهران نص الحديث مع سنده في الحاشية وهناك نقص في بداية السند إضافة إلى ما يأتي من خلل في سند الحديث بحسب التحقيق وفقاً لطريقة الشافعي وطريقة البخاري التي يعتمدها مراجع النجف وكربلاء في حوزة الطوسي وبهذا فإن حديث الكساء لا قيمة له على هذا الأساس قال ما قال مرتضاء العسكري حينما قرأت لكم كلامه في الحلقة الماضية إلى الحد الذي لم يعبأ بالحديث وما نقله في كتابه وهو قد نقل كل النصوص من كتب المخالفين لماذا؟ لأنه اعتمد طريقة الشافعي والبخاري في التحقيق واعتمد كذلك طريقة المستشرقين في التحقيق وهذا هو الذي يعتمده مراجع النجف وكربلاء يعتمدون في تحقيق المعاني وفي استنباط معاني الدين على مستوى التفسير على مستوى العقائد والمعارف على مستوى الفتاوى والأحكام يعتمدون هذه الوسائل وهذه السبل ولذا فإن النتائج التي يصلون إليها نتائج تخالف منطق العترة الطاهرة من هنا صار ديننا دينا محرفان من هنا أنتجت لنا حوزة النجف وكربلاء دينا بتريا مرجئيا شافعيا طوسيا بامتياز نذهب إلى فاصل نذهب إلى فاصل